ولكن هذه المرة من خلال الصورة يجب أن نتعلم أن نجيب على الأسئلة بصور مختلفة قد تكون في صورة فقرة قد تكون في صورة رسم وقد تكون في صورة جدول السؤال تحدي يبين الشكل المقابل إحدى طرق تحلل البزمث البزمث وعدده الكتلي مائتان واثمعش هذا هو العنصر المطلوب ليكون النظير A النظير A هذا في عملية التحلل الأول ثم النظير B في التحلل الثاني السؤال أكتب معادلة نووية موزونة لهذا التحلل تحلل أي عملية تلقائية وكما تعلمنا منذ قليل أعزائي ستكون لدينا نواء غير مستقرة تتحلل بشكل تلقائي تعطي نواء جديدة أكثر استقرار بالإضافة إلى جسيم أو أكثر إذن نعيد ما ذكرناه إذن لدينا نواء غير مستقرة ثم تحللت وأعطت جسيم ونواء أخرى متى يتوقف التفاعل أعزائي؟ إلى أن نصل إلى نواء مستقرة تماماً أي أن المعادلات النووية ليست دائماً معادلة واحدة قد تكون في صورة سلسلة من التفاعلات إلى أن نصل إلى حالة استقرار أكبر ما يمكن أعزائي الطلبة إذن نجيب على السؤال أو الفرع الأول من هذا السؤال وهو الفرعي أكتب معادلة نووية موزونة لهذا التحلل إذن البزمث كما هو في السؤال هذا رمزه تحلل وأنتج جسيم ألفة أنتج جسيم ألفة ماذا يا ترى العنصر الآخر؟ الآن لدينا البزمث ثلاثة وثمانين مائتين واثمعاش تحلل وأنتج هذا الجسيم جسيم ألفة سنضع المجهول في صورة A إذن A الآن لدينا مجهولين X و Y أي العدد الذري والعدد الكتلي العدد الذري لاحظوا أعزائي أن هذا الطرف ثلاثة وثمانين وهنا ثمين إذن الفرق ثلاثة وثمانين ناقص ثمين يساوي واحد وثمانين بالنسبة للعدد الكتلي لاحظوا أعزائي في الطرف الأيسر مائتان واثنى عشر وفي الطرف الآخر أربعة كم الفرق بينهما؟ مائتان واثنى عشر ناقص أربعة يساوي مائتان وثمانية إذن العنصر أو النظير المجهول هو A81 مائتان وثمانية ولو أعطينا جدول دوري في السؤال كان لدينا جدول دوري سيكون العنصر المجهول هو عنصر الثاليوم عنصر الثاليوم واحد وثمانين وسيكون بطبيعة الحال بما أن هذا تحلل عملية تحلل إذن تتحول النواة الغير مستقرة إلى نواة أكثر استقرارا منها الآن التحلل الآخر لأن هذه العملية في مرحلتين تحلل A أيضا إلى B الآن يتحلل ماذا يطلق عزائي؟ يطلق جسيم بيتا إذن يطلق جسيم بيتا وبالإضافة لذلك سنقوم بنفس العملية الآن المجهول هو B لاحظوا عزائي العدد الذري واحد وثمانين وفي الطرف الآخر سالب واحد كم الفرق؟ إذن الـ X يساوي واحد وثمانين ناقص ناقص واحد إذن سيكون العدد الذري اثنان وثمانون العدد الكتلي Y يساوي واضح مائتين وثمانية ناقص صفر سيكون ناتج صفر إذن سيكون سيكون ناتج عفوا مائتان وثمانية مائتان وثمانية إذن ناتج مائتين وثمانية ناقص صفر مائتين وثمانية وهذا هو الناتج إذن أصبح العنصر لو كان لدينا جدول هو من؟ العنصر رقم 82 هو عنصر الرصاص إذن هذا ما كان مطلوب من هذا السؤال وقد أجبناه بالتفصيل فقط حتى تصبح الأمور أكثر وضوح لكم أعزائي طبعا قبل أن ننتقل لسؤال آخر لو طلب منا سؤال إضافي أضيف إلينا بالإضافة إلى A و B لو طلب منا C أي النواتج أي الأنوية الثلاثة أكثر استقرارا هل هي النواة الأصلية هي البزمث؟ M A M B ماذا تتوقعون أعزائي؟ ستكون الإجابة ستكون الإجابة كما توقعتم الناتج الأخير هو الأكثر استقرار وإلا لو كانت البداية هي المستقرة لما حدث هذا التحلل إذن دائما يكون الناتج الأخير هو الأكثر استقرار إذن لو كان لدينا جدول لا تنسوا أعزائي أن الأي نستطيع أن نكتب الأي لو كان عندنا جدول وهذه الأشياء لا تحفظ وإنما من خلال الجدول هذا العنصر هو نفسه الثاليوم عنصر الثاليوم وبالنسبة لبي سيكون العنصر هو النظير نظير الرصاص نظير الرصاص هذا ما أكتبه الآن فقط يكتب إذا كان لدينا جدول إذا لم يكن لدينا جدول تبقى المعادلة كما هي في صورة رموز افتراضية A و B الآن ننتقل أعزائي إلى سؤال ننتقل إلى سؤال جديد لاحظوا أعزائي هذه الصورة ماذا تعبر هذه الصورة؟ لدينا سلسلة تفاعلات نووية تبدأ بنواة غير مستقرة هذه البداية وتنتهي بنواة مستقرة أخذنا مع بداية هذا الدرس أن نواة غير مستقرة في النشاط الإشعاعي تبدأ بشكل تلقائي بإشعاع الجسيمات إلى أن تنتج جسيم ونواة النواة أهم حاجة في هذه القصة أن النواة الناتجة تكون مستقرة السؤال ماذا لو كانت هذه النواة غير مستقرة؟ إذا كانت النواة غير مستقرة ستستمر عملية التحلل مراراً وتكراراً إلى أن نصل إلى نظير مستقر إذن ليس بالضرورة أن تكون هذه العملية في خطوة واحدة قد تكون في عدة خطوات إلى أن نصل إلى نظير مستقر أعزائي إذن هذا فقط للتوضيح إذن هذا اليورانيوم اليورانيوم لاحظوا العدد الذري العدد الذري 92 و238 هو العدد الكتلي إذن اليورانيوم 92 و238 بدأ عملية التحلل في خطوات عدة إلى أن وصل إلى النظير المستقر وهو الرصاص لاحظوا عزائي العدد الذري العدد الذري 82 والعدد الكتلي له 206 لاحظوا عزائي اسم السلسلة السلسلة هي سلسلة تحلل يورانيوم 238 لماذا سميت هذه السلسلة باسم اليورانيوم لأنه هو النواة التي بدأ بها التحلل إذن اسم السلسلة دائما تكون باسم النواة الغير مستقرة التي بدأ بها التحلل أعزائي الطلبة لنتصور أن هذا السؤال أتى إلينا بدون صورة كيف نستطيع أن نعرف كم عدد إشعاعات جسيمات ألفة كم عدد جسيمات ألفة التي نتجت في هذا التحلل والتي يعبر عنها في هذه الصورة بسهم الأحمر هذه الأسهم الحمراء كلها ألفة كل هذه الأسهم عبارة عن جسيمات ألفة وكل الأسهم باللون الأزرق عبارة عن تحللات بيتا السؤال مع الصورة ستكون الإجابة سهلة السؤال لو لم نعطى صورة أو أعطيت لنا صورة أو أعطي لنا سؤال لمادة أخرى غير اليورانيوم سلسلة أخرى ليست لتحلل يورانيوم كيف سنستطيع أن نوجد عدد تحللات جسيمات ألفة وعدد جسيمات بيتا التي نتجت بين خلال الصورة العملية سهلة في هذا التحلل لدينا واحد هذا رقم واحد تحلل بالنسبة إلى ألفة واحد اثمين هنا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية هذه بالنسبة إلينا ألفة بالنسبة إلى بيتا بيتا لاحظوا عزائي هذا واحد هنا الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس باللون الأزرق وضعناها باللون مختلف وبالأرقام الإنجليزية حتى تكون واضح لديكم أن هناك ثمانية من جسيمات ألفة والستة من جسيمات بيتا هذه بوجود الصورة ماذا لو لم تكن الصورة موجودة هل نستطيع أن نوجد نفس العدد بدون الاستعانة بالصورة الجواب أعزائي ستجدونه في الشريحة القادمة إذن سنحول الصورة إلى سؤال أكتب معادلة التحلل التلقائي تلقائي يعني جسيمات ألفة جسيمات بيتا ويصاحبها أيضا أشعة جاما إذن تحلل تلقائي اليورانيوم مائتين وثمانية وثلاثين يتحلل إلى الرصاص مائتين وستة الآن لنبدأ إذن اليورانيوم يتحلل إلى الرصاص كيف نستطيع إيجاد عدد جسيمات ألفة؟ نقوم بحساب العدد الكتلي الفرق بين الأعداد الكتلية مائتين وثمانية وثلاثين ناقص مائتين وستة حتى نوجد ماذا أعزائي؟ طبعا الجواب ثمين وثلاثين حتى نوجد هذا الفرق ونقسمه على أربعة لماذا نقسمه على أربعة؟ لمعرفة جسيمات ألفة العدد الكتلي لها أربعة ولماذا أعزائي لم نستخدم بيتا؟ لأن بيتا أيضا تغير طبعا بيتا لا تؤثر في العدد الكتلي لكن كليهما يؤثران في ماذا؟ يؤثران في العدد الذري إذن لنبدأ بالكتلي ونركز على ألفة لأنه يحمل رقم أربعة إذن سنأخذ العدد اثنين وثلاثين ونقسمه قسمة أربعة فيكون الجواب ثمانية إذن ثمانية التحللات من جسيمات ألفة إذن عزائي ثمانية لو ضربت في أربعة سيكون الجواب ثمين وثلاثين وثمين وثلاثين مع مائتين وستة سيكون الجواب مائتين وثمانية وثلاثين وقد أثبتنا ذلك من خلال الصورة الشريحة السابقة قمنا بعد جسيمات ألفة وكان العدد ثمانية واحتفظوا بعد جسيمات بيتا منذ قليل قلنا بأنها ستة سنثبت الآن أن عددها فعلا ستة وتكون المعادلة كلها موزونة